وَلَا تَدْفَعَنَّ صُلْحًا شوين دقق بالعبارة وَلَا تَدْفَعَنَّ يعني بعضهم لا يقول فقط الإمام علي عليه السلام إمام أفرض متقي إمام المتقين أو أنه إنسان عالي مزاهد وشجاع أكثر من هذا ما أكل إنها المسألة يشيره لأمير المؤمنين حتى قالوا أن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرف حتى بالحرف أما أن دالك خلي نشوف علمه وَلَا تَدْفَعَنَّ صُلْحًا دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوكُ وَلِلَّهِ فِيهِ رِضَةً هذا الصلح إذا كان يضمن كرامتك كمسلم إذا كان الله عز وجل له في هذا الصلح رضا نروفضا يقول له لا وَلَا تَدْفَعَنَّ صُلْحًا دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوكُ ليش؟ فإن في ذلك عدة أمور دعة لجندك راحة شوي رتاحون وراحة لهذا البال أنت تتفرغ لي الإعمار ودفعا لهذا الهم اللي أنت تعيشه هذا أن يتحصلهم بهذا الصلح الجنود يأخذون فترة من الراحة وعدم القتال وذول يحتاجوها خاصة إذا طالت فترة الحرب هذا الأول الثاني أنه أمن لهذه البلاد اللي أنت تتحكمها في مرحلة تشعر أنها معرضة من قبل هذا العدو الآن صالح فترة من الأمان يعيش هذا البلد تتوجه إلى عمار راحة بال تقدر تخطط ماذا تريد تقنن هذا كل جيد ولكن ولكن هاي الولاكن اللي تهمل عادة يقول ولكن الحذر كل الحذر من أدوك بعد الصلح بعد الصلح أحذر من عدوك لأنه قبل الصلح كان مكشوف كان عدو في ساحة مواجهة في الصلح تلبس بلباس السلم على ماذا ينطوي أحذر منها القضية ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد الصلح فإن العدو في مودة كلامه الشريف ربما يتغفل يعني يحاول أن يستغفلك وفي فرصة معينة ينقض عليك وبالتالي ما يعترف مثل هذا الصلح يليز بالتلفزيون ويشق الاتفاقية يقول هاي الاتفاقية اتفاقنا عليها أصبحت ملغية ليش لأنه لأنه أصبح بموطن قوة في هذا الباب فيقول لأحذر من هذه المرحلة ما بعد الصلح لأن العدو في هذه المرحلة ربما يتغفل من أجل أن يثب واتهم فيه حسن الظن يقول لأ من تشتغل سياسة بعد ما كو حسن الظن احنا بيناتنا كأصدقاء نقول يا بصارت مشكلة وراحت نحسن الظن إن شاء الله هذا الآخ رجع إلى رشدي والتفت إلى خطأه يقول لأ بالسياسة ما كو شيء واتهم فيه حسن الظن لا تحسن الظن بهذا العدو لأن أنت ما تتعامل ويا إنسان مؤمن مع إنسان تحكمه أحكام شارع أحكام دين أنت تتعامل مع طرف سياسي في هذا الباب العدو كان بالأمس أنا أحضر منه ومن هنا لو التفت إلى عهد الأشتر وحقك أكو كلمات وأكو توصيات الإمام سلام الله عليه يثري بها هذه الساحة ويثري بها المجتمع ما من شك أن الإنسان تتغير الظروف التي يعيشها في كل يوم أكو ظرف جديد وتعامله وفق هذا الظرف أيضا سوف يختلف بالذات يعني ما نطلق عليه اليوم أنه فرض كان معارضة في فترة من الفترات ينتقد هذا الحاكم يقول أنه غير منصف أنه ظالم أنه لا يؤدي حقوق الناس أنه يقرب الأقربين يبعد أهل أو أهل الكفاءات ومن هذا الحجي هذا الذي دائما تركز عليه المعارضة في حال معارضتها لنظام قام إذا تبدل الحال وهذا المعارض يجأ للسلطة شنو يكون وضعه ما هو سلوكه يختلف عن سلوك من مضى أو لا راح يعيد نفس الإشكالات اللي كان يستشكل بها على غيره ويبرر لحاله يزيد ابن معاوية يضرب الكعبة بالمنجنيق سنة من السنين ضرب الكعبة بالمنجنيق اعترض عليه مروان ابن الحكم قال له هاي كعبة كيف ممكن أن تضربها قال له أخو ابن الزبير محتمي بيها شنو أقدر أسوي لما تولى عبد الملك أو مروان ابن عبد الملك الخلافة بقي ابن الزبير متحصنا بالكعبة رمى الكعبة بالمنجنيق قام بنفس العمل اللي كان قد اعترض قبل فترة فيه على الخليفة مالتا ليه شوه لأنه دهو حدش أملا لأمة أريد أجمع أمر المسلمين يبرر لنفسه مع العلم كان ينتقده نفس القضية ولذلك أمير المؤمنين في عهده للأشتر عندها العبارة الرائعة يقول لأنت راح تروح إلى مكان مرت عليه دول من جور وعدل هذول الناس مرت عليهم هذه الأمور انت رحت لأمر الأمة أمر هؤلاء الناس اعلم أنك أصبحت في عفوا مرصد من قبل هؤلاء الناس ذول شي يشوفون فإنهم ينظرون منك ما كنت تنظر من الولاة قبلك يعني أنت في زمن المعارضة كنت ترصد الآن أنت مرصود يعني الناس يتابعون أنه أخطأت في هذا المكان زي أنت اعترضت على من سبقك بهذا الفعل إذن لماذا تكرره صد سؤال ومن حقهم أن يسألوا فلذلك يقول له يقول له واعلم راح تروح إلى المكان الناس ينظرون منك ما كنت تنظر من الذين سبقوك فاش راح تسوي تعدل الأمور أو لا تستمر على نفس الطريق سلام الله عليك يا أمير المؤمنين بما تتحفنا به من هذه الروائع والكلمات والحكم والدساتير والمسلمون مع الأسف في غفلة عن هذه الأمور والقواعد التي يضعها أمير المؤمنين السلام الله عليكم اشتركوا في القناة